قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان من الأقسام الأولى في فلسطين والوحيدة وأنشئ أيضا مع نشوء الكلية عام 1991 القسم يشمل دراسة الإنتاج الحيواني في مجال الحيوانات المشترة الأبقار الأغنام الماعز وكذلك الطيور الدواجن وكذلك صحة اللحوم وغير ذلك الطلبة الذين يتحقونه بالبرنامج أيضا يدرسون مساقات عملية هناك مساقات في التدريب العملي هناك مساقات مرتبطة مع المجتمع المحلي عدد الطلبة في القسم ليس كثيرا ولكن معظم الخرجين لا يوجد أي خريج عاطل عن العمل الجميع يعملون في وظائف مختلفة إما بالقطاع الخاص في المزارع التابعة للمؤسسات أو الشركات الكبرى أو في وزارة الزراعة أو بعضهم أنشأ مشاريع له والبعض أكمل دراسته وحصل على دكتوراه منهم أيضا مدرسين في الكلية من خريجين الكلية ترجمة نانسي قنقر